الاهلي مسافرش لسه بكرة عنده تدريب يخلص التدريب ويطلع هو كمان على مطار القاهرة ويلحق بالزمارك ويستعد الاستعدادات الاخيرة لمواجهة السوبر الافريقي ما تيجي نشوف ملامح قائمة الاهلي التي لم تعلن رسميا واتعرفها بس من المطار بالصور بكرة نقول لكم شكلها عامل ازاي في غياب صفقة من الصفقات الجديدة عمر الساعي تأتي ملامح قائمة كولر كالتالي هرست المرمة محمد الشناوي ومعه مصطفى شوبير في الدفاع عمر كمال عبدالواحد رمي ربيع أشرف داري ياسر إبراهيم ده ظهور أول لأشرف داري في مباراة رسمية على مستوى القائمة يحيى عطية الله محمد هاني في خط الوسط أكرم توفيق مروان عطية إمام عشور ده السلاث اللي بيشارك أساسيا معهم كوكا عمر السلية أفشا طاهر محمد طاهر بيرسيتاو ريدا سليم حسين الشحات وفي الهجوم وسام أبو علي وكهربا وبينما لم يتأكد حضوره إلى المباراة في أرض الملعب فقد حضر كامل معتاد رئيس مجلس إدارة النادية الأهلي الكابتن محمود الخطيب إلى تدريبات الأهلي لمؤازرة الفريق قبل الانطلاق إلى الرحلة غدا ربما وجود الكابتن محمود الخطيب النهاردة في التدريبات قبل السفر بيوم ربما يبدو مؤشرا أنه مش هيكون موجود مع الفريق في البعثة اللي بتتحرق غدا وبنظراته المعتادة وبكرسيه المبتعد عن أرض الملعب تابع التدريبات وشاهد أداء اللاعبين في مران قبل أخير قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية حفزهم بنظراته قبل كلماته في تدريبات اليوم زي ما نشايفين كمان من التدريبات غير بقى أنه الصور اللي قدامنا فالقايمة بتاعة الأهلي من السفقات الجديدة ما فيش عمر الساعي وما فيش يوسف أيمن لكن في يحيى عطية الله وفي أشرف داري يحيى عطية الله 100% إن شاء الله إلا إذا جد أي جديد يعني بس بنتكلم من الناحية الفنية والبدنية هو الظاهير الأيسر للأهلي في مواجهة الجمعة لكن أشرف داري هل هيكون ليه دور تبدو الأمور صعبة إلا في حاجة الحاجة بالنظر لانتظام ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في مشاركاته مع الأهلي في التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة النهاردة كان فيه محاضرة فنية من كولر تدريبات بدنية في التدريبات فيما كبار الفريق اتكلموا مع علي معلول الظاهير الأيسر المتدايق والمخضرم اللي أنا أرى ظاهرة مش أسطورة ما قدمه مع الأهلي متدايق من فكرة عدم القيد متدايق من فكرة عدم حسم الأمر متدايق من فكرة الوضع وحتى الناس اتكلمت في فكرة عدم حضور علي معلول لمراسم تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتازة عقب مباراة جرمهية واللي رد وقتها مسؤول في النادي الأهلي لم يصرح باسمه بأنه بسبب ارتباط علي معلول بجلسة علاج طبيعي في نفس التوقيت بتاع الاحتفالات وأنه نصح بقال لا يأتي ده كان رد الأهلي لكن اللاعب هل ده يعني أنه مش زعلان زعلان والنهاردة حتى اتكلم معاه كبار النادي الأهلي على مستوى الكباتن في أنه زعله ده من الممكن أن يؤثر في باقي الفريق ونصح حتى بأنه ممكن يبتعد لفترة على مستوى الأجازة يواصل التأهيل بعيدا عن الفريق لحد ما هو نفسه يفوق من الحالة دي كي لا تضره ولا تضر الفريق بشكل عام إنما هل ده يقلل من معلول على الإطلاق لكن هي في الآخر الكرة بيوليها حسابتها اللي هي أنت بتحتاج فيها تاخد قرارات تعاجلة سريعة توزن فيها علاقتك بأساطيرك زي ما هو حصل من الأهلي وفي نفس الوقت ما تضرش الفريق من الناحية الفنية وتستغل مش كل شهر بل كل يوم في قائمتك كفريق يبحث عن التتويجات برضو مش بطولة بعد الأخرى يوما بعد يوم التتويجات حتى بالنقاط الثلاث إذن هي مباراة مرتقبة جدا بين الأهلي والزمالك ستحسم يوم الجمعة إما بلقب تاسع للأهلي أو بلقب خامس للفريق الأبيض